مرحبا و اهلا و سهلا فيكم من النطبخ لولو اليوم رح نعمل مع بعض هالقالب الكيك هذا الكيك كيك التفاح كثير طيب و ريحته بتشهي عبت البيت كليته كثير طيب فيكم تاخدوه عصرونية مع فنجان شاي او مع فنجان قهوة الصبحيات ولا ألاز من هكي شايفين القوام و الريحه مع القرفة غير شكل يلا نروح سوا نشوف الطريقة و المعدير كما شايفين عندي 6 حبات تفاح بهذا الحجم هلا و غاسلته مظبوط انا شايفين مغسولين و نضاف ولا أروح من هكي هلا بدي اشرون وقطعون هاقشر التفاح وقطعوه بهذا الطريقة هاشيلي اللي بقلبو و هاي اخر حبه نتفاح و هاي تفاحات من بعد ما اشرتهم بدي اقطعوهم بهذا الطريقة هاي كنت مكعبات وسط متل ما شايفين من بعد ما قطعت التفاح متل ما شايفين لمكعبات صغيرة رح هزيد عليهم هلا معلقتان من السكر الحبيبات هاي اول معلقة و هاي تاني معلقة رح زيد عليهم كمان معلقتان وسط من القرفة المطحونة و مش جبل معلقتان قرفة و رح حركم مزبوط لحتى كل الخليط يتغلغل ببعضه متل ما شايفين هلا بدي حطهم على جنوب و ببلش بالكيك عندي اربع بيضات رح زيد عليهم هن معلقة كبيرة خل اقعكم تفكروا انه الخل بيعطي طعمة بالكيك رح اخفقهم مزبوط لحتى تروح ريحة الزنخة كلها اذا فيهم ريحة زنخة كلها بتروح رح حطهم بقلب الجات هي اللي بدي اعمل فيهم الكيك و هلا رح ابلش اضرب الخليط اللي عندي هلا رح زيد الفانيليا عندي زرف فانيليا رح زيده فوق البيض و كمان اخفق رح تزيد رشة ملح لتعطينا تعزز الطعمة و عندي هون كوب سكر كمان نص كوب سكر يعني كوب و نص رح نخفق مزبوط و نرجع نزيد كوب من الحليب السائل اذا ما عندكن حليب سائل فيكن تحطه كوب مي بقلبه معلقتان حليب باودر واكيد كوب زاد نباتة كل المقادير عم سويهم بنفس الكوب من الاول للاخر و هلا عم بضرب مزبوط مثل ما شايفين و هلا بدي زيد الطحين حتيت بكاسة اربع اكواب من الطحين و نص و حتيت عليهم زرف بيكين باودر اكيد بدنا نخلطهم مع بعض مزبوط و زيدهم على الخليط يلي عملته و هلا رح ارجع اخلطهم مع بعض اضربهم متل ما شايفين رح احرقهم قبل ما اضربهم لانه بيطرتش و بيصير بعبيلكون المطبخ كله طحين متل ما شايفين انا خلطهم مزبوط مزبوط بدهم على القليلة تقريبا شيء خمس ست دقايق انتو عم تضربوا الخليط ليصير معنا بهذا القوام و هلا من بعد ما خلصنا الخليط كله اضربناه بدنا نهير الصينية عندي هون القالب قالب الكيك متل ما شايفين دهنتو انا بالزبدة دويرو كليتو من تحت و حطيت عليه طحين لغلفو بالطحين اي زويد من الطحين رح اتخلص منها من بعد ما قلت القالب كليتو متل ما شايفين هيدول البوائي رح شيلون و اتخلص منون ما بدي كتير يكون في طحين بقلب الصينية و هيك من بعد ما اتخلصت من باقي الطحين صار جاهز عندي القالب الكيك اللي حط في الخليط شايفين رح حط نص الخليط هلا بقلب الصينية و هلا رح بلش حط القطع التفاح مع القرفة و السكر اللي جهزني هون قبل بوقت و رح اقصم التفاحات لقصمان هيدا عندي تفاح رح حطن بقلبها و وزعن بطريقة متساوية ما بخبركن الريحة واو متل ما شايفين وزعنا كل التفاحات بقلب الصينية الكيك و هلا رح ارجع زيد باقي الخليط على وجه التفاح متل ما شايفين رح اخلي الخليط كله يتجانس و ما يطلع ابدا شي لبرا اكيد عم هز الصينية مشان كل الخليط يتجانس مع بعضه و ما يبين شي من التفاحات هلا رح اطرق شوية الصينية لحتى كل الهوى يلي بقلبها يطلع لبرا لفوق و ارجع زيد فوق الخليط كمان تفاح هاي تفاحات الباقيين رح وزعهم بنص القلب الكيك اكيد هيدا الخليط اللي على الوجه رح يعطيه شكل مميز جدا منظر حلو واكيد طعام غير شكل هلا عم نوزعون متل ما شايفين حتى ما تكون حبت التفاح على بعضه وهلا اخر شي رح زيد فوق منن شوية قرفة شوية قرفة صغار بهيدا الوقت انا بكون محمية الفرن على المية وثمانين درجة بحط القلب الكيك بقلب الفرن ضغري وبنترو لحتى يخلص لحتى يحمر وجه ويتأكده نستوع ويكون جهز للتقديم وهيك طلع عندي قلب القلب وبخبركم الريحة على بيت البيت كتير ريحته حلوة هلا بدنا نتركه لحتى يبرد ونشيله من القلب ونحطه بسحنة تقديم وهلا رح اقصه معكم مع انه ما يعني ما برد على الاخر شايفين ما برد مظبوط بس حتى ورجيكم نشكله من جوه كيف طالع شايفين واو شايفين الدخنة كيف عمتطلع منه بعض السخن ولا اروع من هيك سخن 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 شايفين سفنجة روعة ريحته بتشاهي بدي دوق شقفه لشوف غير شكل هنجد كتير طيب وهيك خلص معنا قالب الكيك كيك التفاح ولا اروع من هيك هنجد شي بشاهي جربوه وقولوا لي رأيكم وعطوني رأيكم بالكومنتات او على الفيسبوك او على الانستغرام بعطولي الصور تشوف كيف طلع معكم شوفوه شكرا 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 للمتابعة وإلى اللقاء في فيديو سجد باي باي